اشتركوا في القناة نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في برقيته الى المقام الكريم لجلالة الملك المفدى حفظه الله اسماعيات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الامنيات مناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل ان يحفظ جلالة الملك المفدى وان يحقق له ما يتطلع اليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وابنائه الاوفياء وان يعيد على هذه المناسبة الكريمة على البحرين والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات راجيا الله العلي القدير ان يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين في ظل الاوضاع الراهنة التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقد اعرب جلالة الملك المفدى انه ببالغ الغبطة والسرور قد تلقى برقية سمو ولي العهد الكريمة المهنئة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 للهجرة شاكرا سموه على مشاعره الطيبة وسائلنا الله في هذا الشهر الكريم ان يحفظ سمو ولي العهد ويرعاه وان يرفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا الوباء المسجد برحمته الواسعة وان يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة والامتين العربية والاسلامية انه سميع مجيبا اشتركوا في القناة